اشتركوا في القناة ومختلف فرص التقدم والمشاركة مشيرا إلى أن صدور المرسوم الملكي رقم 37 في العام 2012 بشأن قانون الطفل مثل نقلة نوعية في تعزيز جهود حماية وتنمية الطفولة في المملكة وقال حميدان إن البحرين تقدم نموذجا فريدا من نوعه في دعم الأطفال وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل المملكة بكفاءة واقتدار الأمر الذي ينبع من أسس المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى للارتقاء والنهوض بالوطن في كافة أرجائه وبكل مكوناته وبأوضاع الطفولة تحديدا حيث تم تعزيز الاهتمام بالطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية لتوفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة تكفل له مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام